لم تسقط باخموت بل انها تستمر باسقاط المهاجمين وتخلق الشقاق في صفوفهم ويبدو ان المعركة الحاسمة وما الحقته بضرر بعناصر مرتزقة فاغنال الروسية لن تقف عند حد تصريحات ضد بوتين ووزارة دفاعه من قبل زعيم الميليشيا الذي وصل به الامر لحد اعتبار ان الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن بلادها اوكرانيا اليوم تمضي قدما في منطقة بيلغورد وتقوم بذلك بنجاح السكان المحليون في منطقة بيلغورد ليسوا في حالة ذعر لكنهم قلقون للغاية لماذا الحكومة غير قادرة على الدفاع عن بلدها تصريح زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين الجديد جاء في سياق اتهامه وحدة عسكرية تابعة للجيش الروسي بالفرار من مواقعها قرب باخموت شرق اوكرانيا معتبرا ان ذلك الانسحاب جعل جبهتهم مكشوفة امام القوات الاوكرانية معيدا تهديده بانهاء وجود مرتزقته في باخموت ان لم يقدم لها مزيد من الذخيرة متهما وزارة الدفاع بعدم تقديم الدعم والذخائر التي تحتاج اليها فاغنر للسيطرة على المدينة الاستراتيجية التي تشهد هجوما روسيا عنيفا منذ تسعة اشهر الجنود الروس يموتون بلا جدوى ولسوء الحظ هذا هو الحال في كثير من الاحيان يجب ان لا يموت الجنود بسبب الغباء المطلق لقيادتهم وغباء قيادتهم هو ما يفعله الجنرالات وكبار الضباط في الميدان لان الاوامر التي تعطى لهم من اعلى هي مجرد اوامر اجرامية تماما ولهذا اريد ان اؤكد ان جريمة تدمير الشعب الروسي وخيانة الوطن الام مستمرة بريغوجين اعاد الحديث عن قيادة جيش بوتين بكلمات نابية وكثير من الشتائم متاهما قيادة الجيش بالسعي الى تضليل الرئيس الروسي بشأن الهجوم في اوكرانيا وهو ما يظهر حجم الخلاف بين زعيم فاغنر ووزير الدفاع ورئيس الاركان والخوف الكبير من الهجوم الذي تستعد كييف لشنه على قوات موسكو والمتزقة الموالين لها على طول خط المواجهة الممتد لنحو الف كيلو متر موسيقى